مرحبا بكم لقد ولدت قبل أربعة عقود لعائلة فقيرة الأم ربت منزل الأب عام البناء أذكر الأيام التي كنت أذهب إلى البقالة لإحضار الخبز لأخوتي ولكن صاحب البقالة لم يكن يعطيني إياها لأنه ببساطة أبي لم يكن لديه النقود لإعطائه في نهاية الشهر ولكن هذه الظروف الصعبة لم تمنعني أن أكون إنسانا متميزا وأن أنسى هدفي أذكر أنني كنت أذهب إلى الأفراح في القرية وأنظر إلى باقي الرجال الذين يرقصون ويدبكون ابتهاجا بالفرح وكنت أقول لنفسي أني أريد أن أكون إنسانا مختلفا أنهيت دراسة الجامعية بامتياز ولكن ظروف الاقتصادية منعتني من الدراسة الجامعية أنهيت دراسة الثانوية بامتياز ولكن لم أستطع الدراسة في الجامعة خرجت إلى سوق العمل وأثبت نفسي وأصبحت رجل أعمال كما أني أصبحت ناشطا اجتماعيا وفي العام 2006 عدت لتحقيق الحلم فأنهيت اللقب الأول في العلوم السياسية والاجتماعية وكذلك اللقب الثاني في الإدارة والسياسة العامة أما اليوم فأنا طالب للدكتوراه ومحاضر في نفس الجامعة أدير اليوم مؤسستين غير ربحيتين لصالح السكان الفلسطينيين الذين أشعر بالتزام قوي تجاههم الجمعية الأولى اللجنة المساندة للتعليم وهذه الجمعية تعمل على تحسين المستوى التعليمي لأبناء شعبي لأني أؤمن وببساطة أنه لا أمل لنا بالتغيير إلا عن طريق التعليم أما الجمعية الثانية فهي مركز الحوار المقدسي للتنمية الثقافية والاجتماعية ومن خلال هذه الجمعية فأني أدير عدة مشاريع في مجالات الطوارئ والبيئة وغير ذلك وأهم مشروع من مشاريعنا هو المبادرة التجارية للنساء حيث أننا اخترنا نساء لا يوجد لهن مستقبل أكاديمي أو عمل ومررنا بسيرورة وبدورة تمكنهن من الحصول على أدوات من أجل فتح مصلحة تجارية وفعلا أكثر من مئة سيدة مررنا هذه التجربة وحصلنا في النهاية على بعض التمويل لفتح مصلحة تجارية والخروج من دائرة الفقر والشعور أن هناك أمل في الحياة ففتحنا صالونات التجميل وروضات الأطفال وصناعة الطعام وغير ذلك أرغب بمشاركتكم ببعض المفاهيم التي حسب وجهة نظري هي أساس النجاح المفهوم الأول ببساطة خذ المسؤولية لا تنتظر الآخرين أن يأتوا ويساعدوك لا يحك جلدك مثل ظفرك رغبت طوال الوقت أن أفتح المركز البيئي الأول في القدس الشرقية من أجل أن يعمل على تحسين حياة الناس لم أنتظر بالبيت لتأتي الملايين بل خرجت إلى الشارع وأخذت معي طلاب المدارس وبدأنا بتنظيف الشوارع والأزقة ثم حصلت على بعض المال وقمت بتوظيف موظفة في هذا المركز ثم أنشأنا مركز أسميناه مركز أخضر فقط واليوم أنا أعمل على إقامة مركز بيئي في داخل مدرسة للتربية الخاصة أريد أن يأتي الطلاب من جميع أنحاء القدس ليتعلموا على الأنظمة البيئية فقد بنينا هناك نظام تجميع مياه الأمطار ونظام استخلاص الكهرباء من الطاقة الشمسية ومن الرياح وحديقة عامة وبنينا منهاج للبيئة باللغة العربية وغير ذلك الكثير أما المفهوم الثاني فهو لا تحاول صعود السلة مرة واحدة مهم جدا أن تعمل في البيئة التي تعرفها مهم جدا أن تعمل في المجال الذي تعرفه حاول قدر الإمكان كسب المهارات والأدوات ما استطعت لا أذكر نفسي منذ الثانوية حتى الآن بدون إطار تعليمي فقد تعلمت سياقة الباص وسياقة سيارة الإسعاف وتعلمت التصوير وفنون المفاوضات لم أدري وقتها ماذا سأحتاج لذلك ولكني علمت أنه سيأتي يوم أحتاجها ولكني أيضا تعلمت شيئا آخر أن هناك مؤسسات وقيادات تعمل في المجتمع وأنت لست وحدك من هو هذا الشاب الصغير الذي يأتي للعمل أمام قيادات عائلية تعمل منذ عشرات السنين فإما أن تقعد في البيت ولا تعمل شيئا وإما أن تقوم بتقييم نفسك واستخلاص العبر وتعمل مع هذه القيادات وتكسب ثقتها لأنه في النهاية الهدف واحد أما المفهوم الثالث استعد للقفزة الكبيرة تذكرون كل الأدوات التي أخبرتكم عنها في الماضي الآن أنت تحتاجها لأن بدون هذه الأدوات لن تستطيع تشخيص الفرص أمامك الفرص تأتي وتروح طوال الوقت فعلى الصعيد الاجتماعي مثلا بعد أن باءت كافة محاولاتي للحصول على مكان لإبنتي في سنة 1999 للتعلم في مدرسة للبلدية بالفشل توجهت إلى المحكمة وطلبت من المحكمة أن تجبر البلدية ببناء مدرسة وفعلا قامت البلدية ببناء مدرستان تكلفتها أكثر من عشر ملايين دولار اليوم يتعلم ويستمتع فيها أكثر من ألفي طالب وطالبة من أبناء قريتي وعلى صعيد العمل أيضا في العام 2003 كنت أعمل مديرا للتسويق في مركز طبي وحسب القانون المعمول به هنا في هذه البلاد أن المركز الطبي الذي يجند عدد أكبر من الأعضاء فإن إمكانياته الاقتصادية أكبر المسؤولون عن التأمين الصحي رغبوا بفتح مركز طبي آخر في حي آخر المؤسسة التي أعمل بها لم ترغب بفتح هذا المركز فانقضت على هذه الفرصة لم أكن أدري كيف ولم يكن يوجد لي أي نقود للاستثمار وتوصلت مع اتفاق مع المسؤولين عن هذا القطاع أنهم سيعطوني كل شهر كأنه يوجد لدي ألف عضو وهكذا سأمول نفسي وقالوا لي هناك شرط أن نهاية سنة 2003 إذا لم تستطع إحضار الألف عضو سوف نقوم بخصمها كلياتها طبعا بالنسبة لي هذه فرصة حياتي وبدأت بالعمل مثل المجنون ليلا ونهارا وفي مساء 31-12-2003 كان لدي ألف ثلاثمية وواحد وعشرين عضو أي ثلاثمية وواحد وعشرين عضوا أكثر مما طلب مني ولكن المسؤولين قالوا لي متأسفين لأن الاتفاق كان اتفاق شفوي الآن مرة أخرى تجلس لوحدك إما أن تعلن إفلاسك وتتحطم وإما أن تستخلص العبر مرة أخرى وترى ماذا تمكن أن تفعل وتحدد الفرص مرة أخرى فعملت اتصال مع مسؤولين مع شركة أخرى وحرصت أن لا أذهب بنفسي إلى الشركة أرسلت الوسطاء ولم أكشف عن وضعي الاقتصادي حتى أبدأ المفاوضات بوضع قوي وفعلا اليوم قمت بإنشاء مركزين طبيين يعتبران نموذجا للخدمات الطبية في كل البلاد يوجد لي اليوم أكثر من ثمانين موظف ويتلقى عندي الخدمة أكثر من خمسة عشر ألف مواطن وأنا متميز اليوم في مقاييس الجودة الطبية يأتون من كافة البلاد يتعلمون مني كيف يعملون مقاييس جودة طبية وفي النهاية لم أرغب بالحديث عن نفسي ولكن لعل في محاضرتي هذه بصيص أمل لإنسان حول هذا العالم أن هناك أملا بالتغيير وشكرا لكم ترجمة نانسي قنقر